ازايكم عاملين اي يا رب اكونوا بخير برج العزراء هنتكلم على توقعات شهر مارس لعام 2022 مبدئيا احنا عندنا شهر مارس هيكون في كتير من الامور الخاصة بالشراكات العاطفية المتواجدة وكمان في بعض من الشراكات المهنية الوضع المهني عندك بيتحسن كتير بعد يوم تسعة لان هيكون عندك كتير من تصليح وفكر ليه علاقة بي ان انا عايز اطور من نفسي اجدد من بعض الامور اقرر قرارات جديدة اعمل شراكات جديدة بتتجه جدا جدا لمشروع جديد يا برج العزراء او بتتجه ليه فكرة جديدة الفكرة دي مش جديدة بقدر عالي قد ما هي فكرة كان يعني ما قدتش طبقتها او ما قدتش فكرت فيها بالقدر ان انت تعمل ليه دراسة بس كانت موجودة قبلها لكن خلال الشهر ده انت بتتقرق ناحية ان انا ادرس الفكرة دي وازاي اعملها وازاي اعمل مشروع وازاي ان انا انا من نفسي عندك جدا النقطة دي خلينا نتكلم بشكل شوية تفصيلي اوضحة الشمس الموجودة في برج الحود بالنسبة لك ده يعني المنزل السابع منزل الشراكات فاذا انت اكتر شيء الطاقة الخاصة فيك هو الامور المهنية انك عايز تعمل شراكة مهنية محد جدا وفيه فكرة معينة بتعرضها على حد ممكن يكون عندك فكرة الانتقال الى الخارج او صفر فيه بالنسبة لك اجواء ليه علاقة بشراكات مهنية او تعايز تقرب من فلان عشان احنا ناخد من فكرة بعض عندك انك انت بتفكر في النقطة دي كتير جدا واخر اسبوع بالنسبة لك هو اللي هتكون حريص عليه جدا جدا في الوضع المهني يعني هتخلي بالك من المشاكل المهنية خلال الاسبوع الاخير وهتخلي بالك من الشراكات المهنية اللي انت بتحدد لها او بتدخل فيها اول تلات اسابيع لان ممكن يكون عندك شوية طاقة فيها تهور من ناحيتك يؤدي الى خلاف مهنية طيب لما نيجي نتكلم كمان عشان الوضع المهني كوكب عطارد موجود اول تسع ايام في برج قلدالو وده يعني ايه؟ ده يعني ان انت عندك كتير من ان انا عايز اصلح عايز اطور عايز اخطط للامور المهنية بشكل كتير افضل عايز اصل الى اهداف متميزة عندك حاجة لها علاقة شوية زي المنافسة او التحديات يمكن بس الفكرة كلها ان اول تسع ايام فيه نوع من انواع التهور عارف فكرة لما تبقى بتنافس حد جدا وبتبقى مش عارف تتخذ الخطوات بالشكل الصحيح كل همك انك تجري وبس ده عندك جدا لازم تخلي بالك كويس قوي لان ممكن يكون عندك واقعة بسبب هذا الامر فلازم ان انت تحترس بشكل كتير واضح اول تسع ايام من عدم التهور عايز تصلح حاجة عايز تصل الى هدف عايز ان انت تصلح علاقات مهنية او معزميلك من العمل لان كتير على فكرة عندك ده عندك مشاكل معزميل في العمل وعايز تصلح العلاقة دي ممكن ان انت تتهور باجراء او بكلام يصل الى الشخص ده فتبدأ بدل ما عايز تصلح تخربها زي اللي بيقولوا اللي جايك حالها يعميها لكن اقدر اقول يا برج العزراء من بعد يوم تسعة انك تقدر كتير تصلح في الامور المهنية انك تقدر كتير تتخذ خطوات جيدة كتير في ان انا اقرب لي شريك العمل او اقرب لي زميل العمل او اقدر اصلح علاقات بالنسبة لك الاسبوع التاني والاسبوع التالت قادر كتير على ان انت تعمل انتاج اكتر على انك تنجح اكتر بالشركات المهنية او بنصايح من الاخرين او بان ان انت ما تبقاش لوحدك في اي قرار خلي بالك كتير لان قرارات ممكن يكون برضو مبني على التهور نتيجة المريخ الموجود في برج الدلوة وده بيأثر كتير على الفكر الخاص بيك انت عايز تصلح كتير من الامور عايز تتخذ خطوات ايجابية بس كلها ممكن تكون او معظمها متهورة فيها لغبطة فيها عدم ترتيب للقرارات او للاولويات فعندك النقطة دي لازم تبقى واخد بالك كويس اوي منها فاذا اسمع كتير لنصايح الاخرين او انت تستمع لشريكك او لو انت عندك المصالحات المهنية تمت بس هيتم عندك مصالحات مهنية بالفعل خلال الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث من شهر مارس فاذا تمت مصالحات مهنية عليك ان انت تبقى تبعد عن اي تخور ومعارف فكرة احيانا كده لما تبقى انت مرتبط كتير بالعالم الفلكي فانت لما تبقى عارف ان الوقت ده مناسب لفكرك انت اسمع فكرك لما تبقى عارف ان انت فكرك مو تهور وممكن تقع او تغلط اسمع لفكر الشريك اسمع نصيحته اسمع فكرته وفكر فيها كويس اوي هتلاقي دايما انه معها لكن التهور بدون ما تسمع عراء الاخرين ده اللي مش هتلاقيه حلوة طيب لان انت مفروض ان انا هعمل فيديوهات النصايح بعد فيديوهات التوقعات على طول فهقول لكم النصايح المفيدة كتير لكم وهتكونوا من اول الابراج اللي هينزلهم فيديوهات النصايح طيب برج العزراء اذا الامور المهنية انت عندك الاسبوع التاني والتالت فيه جو رائع كتير للناس اللي عندها شراكة مهنية او لو بتتعامل مع ثقافة اجنبية عنك او شخص ثقافته غير ثقافتك او لو انت في دولة مختلفة فيكون عندك نجاحات مهنية اقوى وافضل واحسن طيب الاسبوع الاخير هتخلي بالك من اي خلاف مهني برج العزراء الامور اللي ليها علاقة بالعاطفة الوضع العاطفي اول خمس ايام رائعين مميزين قويين ما زال كوكب الزهرة موجود في برج الجادية وده يدعمك كثير فترة فيها موليد فترة فيها اقدر اقول زواج خطوبة افراح عاطفية يمكن تكون افراح عاطفية لأحد المقربين لنا او لنا احنا شخصيا اقوى نسبة رجوع موجودة لاصحاب برج العزراء اما من يوم او من بعد يوم خمسة بيكون كثير في محاولات انك انت عايز تصلح علاقتك مع الحبيب هتبقى بترائب الحبيب جدا او بترائب شخص جدا من الماضي بالنسبة لك انت يعني لو عايز تقرب من حد استغل اول خمس ايام حلوين كثير للمصالحات بعد كده هيبقى فيه انت بيبقى صعوبة شوية على تقبلك او الضغط النفسي شوية فلازم تخلي بالك كثير من النقطة دي غلطت في الحبيب او عايز تصلح حلقات اول خمس ايام مع الجيد انا انا حذرتكم قلتلكم النقطة دي في فبراير على فكرة قلتلكم ان احنا هنستغل للوقت العاطفي فيه المصالحات العاطفية لحد خمسة مارس اهو اول خمس ايام هيكونوا حلوين كثير اما بعد يوم خمسة مارس هيكون كثير من انك انت بترائب الماضي ده طبعا للنقطة دي للناس المنفصلين هتوقع بترائب كثير الماضي عايز ترجع للماضي هيبقى كثير جذبك حد من الماضي خاصة الماضي ده لو ابراج هواقية او ابراج نارية طيب برج العزراء بالنسبة لك كمان من اكتر الحاجات الموجودة في الامور العاطفية ليه الناس اللي هم مش مرتبطين اللي عين عليكم جدا جدا وفيه شخص جديد عايز يقتحم حياتكم الشخص ده عايز يكون علاقة اساسية او علاقة رسمية فكر كويس واوعد ان انتو تحكموا على المظهر الخارجي لان ممكن يكون عندك تهور بالرفض للعلاقة دي او ان انت تتقبل العلاقة دي بس معها حد تاني خلي بالك كتير من الحيرة ما بين شخصين او فكرة ان انت تجمع ما بين الماضي او تفكيرك في الماضي مع تفكيرك مع شخص جديد دي برضو من النقاط اللي هتكلم عنها جدا فيه فيديوهات النصائح برج العزراء بالنسبة لك اذا فيه شخص جديد عايز يدخل حياتك او في شخص جديد وبالنسبة لك الشخص ده هيبقى عايز انه يدخل في العلاقة جد او امر رسمي علاقة رسمية علاقة حقيقية طيب بس انت ممكن تحكم بالمظهر او يبقى عندك مقارنة ما بينه وما بين الماضي ولازم تخلي بالك جدا من النقطة دي لانها ما بتبقاش صحيحة طول الوقت طيب برج العزراء ليه الناس اللي هم بقى مرتبطين او متجاوزين بالنسبة ليك فيه موليد فيه اخبار حلوة ليها علاقة بيه الاولاد يعني ممكن تسمع خبر حلو ليه علاقة بيه الاولاد او الاب والام جدا فاذا فيه اجواء حلوة ليها علاقة ليه الناس المرتبطين اه فيه موليد للناس اللي جاوزين فيه ان كتير من العلاقات العاطفية هيبقى فيها تحسن لو فيه مشاكل عائلية عاطفية يعني الاهل رفضين العلاقة دي او فيه مشكلة ما بينهم وما بين بعض لا بيتم فيه تصالح فيه تصافي في النفوس يعني النفوس بتصفى قادر اقول كده بس النفوس بتصفى بس انت من جواك ممكن تصفى ظاهريا لكن من جواك لا يعني برضو يبقى من جواك كده سنسي بسيط ليه علاقة كده باللي هو انا مش راجع عنك فعندك النقطة دي هيكون بالنسبة برضو ليه الناس المنفصلين وقت حلوة جدا للرجوع اول خمس ايام وفيه مواعيد او اوقات معينة هبقى هقول لكم عنها كل اسبوع يعني دي اوقات اللي هي اماكن وجود الامر بالنسبة لان كل ده عوامل مؤثرة جدا علينا طيب بالنسبة يا برج العزراء عشان هتكلم بس انا بتكلم من التوقعات الشهرية كشكل تفصيلي خارجي لكن توقعات الازواء زي ما احنا متعودين من نتكلم على شكل الايام كمان برج العزراء لما نيجي نتكلم على فكرك بقى لان المريخ كمان تقطب موجود اول خمس ايام في برج الجدي وبعد كده بيكون موجود في برج الدلوة فيه جزئية شوية نوع من انواع التهور او الضغط بعد يوم خمسة تحس ان انت مش قوي في المنافسة تحس ان انت عايز تصلى حية جدا بس مش عارف حاسس ان الامور بتفلك من ايدك شوية حاول كتير عدم التسرع وتقدر تعالج النقطة دي بيه عدم التسرع بيه ان انت تقرب من حد جدا او ان انت تكون معاك شخص تاخد من فكرته تتعلم منه او ان انت تكتسب خبرة من شخص ما لو انت بالنسبة لك بعدت عن الكلام الكتير وبعدت عن الفعل المتسرع والقرار والقرارات السريعة او الحكم السريع على الاخر وقتها انت هيكون عندك كتير من الامور الجيدة المستنياك برج العزراء استغل اول خمس ايام في ان انت تنطلق بفكرة معينة بان انت تحقق حاجة مميزة لان بالنسبة لك لو اخدت اول خمس ايام كفكرة او انت انطلقت بيه حاجة ايجابية سدقني هي اللي هتقعد معاك فيما بعد يعني هتأثر كتير فيما بعد فاحسن خطواتك جدا اول خمس ايام من الشهر هم الافضل لك هم الافضل لك ودول اللي يمكن يخدموك جدا جدا عن الاسبوع الاخير اللي هيبقى فيه بعض الضغوط او الاختلافات ده بالنسبة لك يا برج العزراء لالامور الخاصة بالشهر يعني سواء عاطفية او مهنية او ليه علاقة بالفكرة الوضع الدراسي بالنسبة لك حاول كتير ان انت ما تتصرعش في المذاكرة افضل نصيحة اقولها لك جدا فيه المذاكرة او الامور الدراسية انك تكون بتذاكر مع اصحابك يعني ان احنا نتشارك انا وصحبي او انا وصديقي في ان انا اذاكر معي او ان احنا نذاكر مع بعضين او ان احنا نشوف هو خد ايه احنا خدنا ايه طب المشاركة المشاركة هي اساس نجاح برج العزراء خلال شهر مارس سواء في امر دراسي سواء في امر مهني سواء في افكار ده امتى بعد يوم خمسة عامة خلينا ان احنا نقتفل حد هنا ولما نيجي نتكلم طبعا عن التوقعات الازوعية والاشياء السرة كل الحاجات دي بتوضح لنا باقي التوقعات او الامور التفصيلية اكثر فاكثر لان برج العزراء يملوك كتير من الاشياء السرة زي ما يملوك كتير من النصايح المهمة واشكركم جدا ما تنسوش لاعك وشير واشراك في قناة تفعيل الجرس سلام